اشتركوا في القناة وزراء الخارجية العرب والتوصيات التي خرجت من الجانب القطري ومن الجانب السعودي بضرورة اتخاذ خطوات جديدة وفاعلة وعملية لانهاء الازمة السورية وفي هذا الاطار اتفقت جامعة الدول العربية وروسيا الاتحادية على خطة عمل تتكون من خمسة نقاط تهدف الى حل الازمة السورية سياسيا واعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر الثاني ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اعلن في تصريح مشترك بمقر الامانة العامة لجمعة الدول العربية ان الخطة تتكون من خمس نقاط هي وقف العنف في سوريا ايا كان مصدره واعتماد اولية رقابة محايدة للوضع وعدم التدخل الاجنبي في الشأن السوري لكن من جهة اخرى دعا المسؤول القطري الى الاعتراف بالمجلس الوطني السوري كممثل شرعي للشعب السوري مؤكدا ان زمن السكوت على ما يحدث في سوريا قد انتهى ولا بد من تنفيذ قرارات الجامعة واضافة بعض المعطيات عليها كذلك الوزير القطري تحدث عن ضرورة تدخل عربي ودولي لايقاف المجازر اليومية التي تجري في سوريا وقال ان الكل ينتظر ما سيخرج به كوفي عنان من وساطة هنا كل هذه التطورات السياسية والميدانية سنناقشها معكم ومع ضيفي في السوديو الأستاذ زهير سالم الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان والسلام مرحبا بك أهلا بك يا أخي حياتي الله حصاد أسبوع كامل سنأتي عليه في الساعة أستاذ زهير لكن في البداية دعونا نبدأ من هذا الحرك الدبلوماسي العربي الروسي هل يمكن أن ينجح العرب في تطويع في تغيير البوقف الروسي باعتقادك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخي الحبيب هذا اللقاء تم على أساس الرغبة الروسية وليس الرغبة العربية يعني الروس هم الذين عرضوا المجيء إلى الجامعة العربية وهم الذين عرضوا اللقاء مع وزراء الخليجي العرب وكانوا قد عرضوا قبلا اللقاء مع مجلس التعاون الخليجي مع وزراء مجلس لكن مجلس التعاون الخليجي يعني كنوع من الرفض المبطل لذلك اللقاء أحلوهم إلى اللقاء مع الجامعة العربية وتم هذا اللقاء أنا كنت أستمع منذ قليل لمعلق يعيش في روسيا أو لعله روسي كان يقول أنه هذا نصر للدبلوماسية الروسية الحقيقة أنا أشعر بأنه هنا الروسيا بعد أن استخدم بوتين الدم السوري في حملته الانتخابية وحقق له ما يعني تحقق له النصر الذي كان يطمع به بأن أقنع الروس بأن روسيا استعادت مكانتها الدولية كدولة ذات شأن وذات كلمة في المجتمع الدولي الآن هو يحاول أن يلملم أوراقه أن يلتف على الخطأ الذي ارتكبه والذي يتحمل مسؤوليته أنا لا أظن أن هناك حال أخلاقية تدفعه إلى مثل هذا لكن الكلام الذي تكلمه اليوم نافروف كان واضحا يعني علاقات روسيا عندما تضرر مع عشرين دولة من أجل دولة واحدة هو قال نحن لا تحركنا المصالح لكنه ذكر هذه العبارة بأن علاقات روسيا وضعوا في كفة علاقاتهم مع عشرين دولة عربية وفي كفة أخرى مع علاقاتهم مع سوريا فكرة بالمقابل سنكمل الفكرة لكن هذه النقطة البعض قال أنه أخيرا العرب أدركوا خطأهم وأدركوا أنهم قفزوا عن الروس وعادوا اليوم إيمانا وأدراكا منهم لأهمية الموقف الروسي سيدي دعنا لنا الآن نشغل أنفسنا من الذي أخطأ ومن الذي أصاب واضح أن الكلام الذي تقدم به لافروف كان كلاما اعتذاريا وحتى شهد على نفسه بأكثر من مرة بعدم أو مش على نفسه على حكومته بعدم الفهم أكثر من مرة حاول أن يعتذر على موقفهم في مجلس الأمن وقال نحن لم نفهم ونحن لم نفهم هذه أعادها ثلاثة مرات ولمن شاء أن يعد أن يعد عليه هذه العبارات هذه الشهادة عن حكومة في مثل حكومة روسيا الاتحادية لا تفهم المقصود من القرارات يعني هذه شهادة اعتذار بالأسوأ كما يقولون بس لحظة رغم ذلك هو جاء الموقف العربي المقابل كان بإعادة تحميل روسيا المسؤولية عن كل قطر الدم سقطت في سوريا بعد الفيتو الروسي طب العكاس هذا على الوضع السوري يعني قالوا في خطة وفي خمس نقاط والعرب سواء انتقدوا ولا هم قاعدوا مع الروس اليوم في الشارع السوري وانعكاس هذا اللقاء هل يمكن أنه بداية لتغيير شامل لأنه رؤوس أهم داعمين للنظام يا سيدي يعني كذلك الآن دعنا نتحدث سياسة أنا أقول بأنهم أحبوا جاءهم لافروف طيفا إلى الجامعة العربية فأحبوا كما قال أمين الجامعة العربية أن يخرجوه يعني بغير مكسور الخاطر هذا الاتفاق اتفاق في فراغ اتفاق لا يحمل معاني جديدة بالعكس والروس حاولوا بطريقة من الطرق أن يثبتوا مواقفهم ونقرأ هذا في ثلاث نقاط أساسية عندما يقولون وقف العنف من كل الجهات هذه كلمة كل الجهات أو كل الأطراف هذه كلمة زاد دلالي عندما يقولون إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل الأطراف كذلك تغييرا إيجابي هذا لا هذا تغيير هذا إصرار على الخطأ على أن هناك طرفان يقتتلان مع أن الحقيقة التي يعرفها كل سوري هناك طرف واحد يقتل هناك طرف واحد الآن متضرر بحاجة إلى مساعدات وما أظن أنه الآن سنأخذ رغيف خبز أو قصعة عشاء وروح لبيت بشار الأسد نقول له لا يكون نايم بلا عشاء أنت وأطفالك يبعثوا له الروس قصعة عشاء مشان يتعشى هو ولا زوجته ولا أطفاله ولا أمه ولا أخته ما نظن أنه هذا المطلوب يعني إذا كان هذا لا يوجد شيء إيجابي في هذا النقطة نعم النقطة الثالثة أسرار الروس يعني وهذا تحمير وجهه نسميه وعدم التدخل في الشأن الخارجي الآن نحن كنا نتمنى إذا كان الحوار وطبعا ليس من السياسة أنه يغلقوا الباب في وجهه ويقول له مع السلامة هو يقول وقف العنف ليقنع صاحبه أو ليقنعوا أصحابهم في الحكومة السورية وفي الجيش السوري أنه يوقفوا العنف ابتداء لأنهم هم الذين يبتدؤونهم للآن عندما تقول للذي يدافع عن نفسه لا تدافع عن نفسك كأنك تقول سلم نفسك للذبح لكن لو أن الجيش السوري الآن امتنع عن الانخراط في المدن والقرى والبلدات واليوم دخلوا على عدة البلدات في محافظة إدلب بلدة صغيرة أخرجوا عشر شباب من بيوتهم وقتلوهم في الشارع إذن هذا الذي يجب أن يوقف العنف يعني كان الأصل توضع الكرة في ملعب لافروف يقال له أقنع صاحبك بوقف القتل ثم نتكلم هذا وسد زهير البعض لا يحمل الروس البعض يحمل العرب التخصير لأنهم يقولوا كيف هذه الروس يعني يغامروا بعلاقتهم مع عشرين دولة عربية مقابل سوريا يقال أنه لو وجد الروس لدى العرب جدية في الضغط لغيروا من موقفهم يعني ولم يعني يضحوا بكل الأمم العربية مشان الرئيس السوري ومشان مزرق عيون يعني أنا أريد الآن أنه نحن نبحث من الذي كان كما قلت يعني لا أظن أنه هذا التوصيف صحيح العرب وأنا أذكر أنه وزير خارجية الإمارات ذهب خصيصا إلى موسكو وشرح الموقف للروس وظننا هذا قبل الفيتو الثاني وظننا أن الروس قد اقتنعوا بتغيب موقفهم اليوم الروس كانوا يتحدثون بأنهم إذا فيه المشروع القرار الأمريكي مقدم من مجلس الأمن بأنهم سيرفضونه إذن لا نريد دائما أن ننحى باللائمة على أنفسنا أنا قلت الروس كانت لهم مصلحة بأن يستعيد بوتين أمجاد الاتحاد السوفيتي ولو للحظة ولو لساعة مهما كلف هذا في حملة انتخابية كان جزء من هذه الحملة الانتخابية أن يستعيد بوتين هذه الأمجاد في أذان للإنسان الروسي الآن هذا قد انتهى سيحاول الروس أن يلملموا الأوراق على طريقتهم فهم الذين بدأوا وهم الآن الذين يحاولوا أن يعودوا لأن روسيا ليس بمقدورها لا في هذه المرحلة ولا على مدى عشر سنوات أن تتحمل مسؤولية قطب دولي أن تعود إلى حالة القطبية هذه المسؤولية لها استحقاقات روسيا لا تملك الوفاء بهذه الاستحقاقات على المدى المنظور هي الآن في تصحيح أنا لا أريد أن أقول للروس هم الآن كأحدهم يوم سقط الاتحاد السوفيتي في أيام قرباتشوف أو ييلتسين لا هم يحسنون أوضاعهم لكن ليسوا في وارد لا اقتصاديا ولا استراتيجيا أن يستعيدوا أمجاد تلك الأيام يمكن بكفف الموضوع الروسي وتحليله اليوم كان اللافت أيضا في المؤتمر الصحفي لهجة القطرية السعودية لهجة كانت غير مسبوقة قال أنه لن نسمح وما يجري يجب أن يتوقف ويجب أن يتم تدخل عربي ودولي ما الخيارات الباقية عند العرب والخليجيين تحديدا عندما يتحدثوا بهذا الحديث ماذا سيقدم للسوريين؟ يا سيدي نحن نقول الموقف السعودي الموقف القطري الموقف الخليجي بشكل خاص ومن واجبنا أن نقول موقف مشكور ونحن أنا كواحد من أبناء الشعب السوري كمواطن سوري كناطق باسم جماعة الأخوان المسلمين في سوريا نشكر هذا الموقف أنا عضو أمان عامة أيضا في المجلس الوطني نحن نشكر هذا الموقف العربي المتقدم الذي تقدم على كل المواقف يعني وأنا أريد أن أقول شيء آخر المملكة العربية السعودية وقطر بشكل خاص يعني تقدموا خطوة إضافية عندما لوحوا حتى الآن ولم يحصلوا بعض الناس يقول لك ما حصل تسليح المعارضة لكن أحيانا في السياسة التلويح بالعصى التلويح بالعصى يؤدي نتائج أكثر من استخدام العصى يعني هذه الفكرة عندما طرحت أفزعت الكثيرين ومنهم النظام السوري ومنهم روسيا وقد تكون هي أحد الأسباب الداعية الآن أن يأتي لفروف إلى الجامعة العربية معتذرا أنا رأيته جاء معتذرا غيري رأاه جاء منتصرا هذا من حقه هذا تفاوت في وجهات النظر إذن عندما لوحت السعودية عندما قالت بتسليح المعارضة وتسليح المعارضة إذا كان سيتم لن يتم في الهواء الطلق يعني في الإعلام مقصود التلويح بهذه الورقة بحد ذاته أثمر يعطي قوة حتى الآن لم يجري هذا التسليح ونحن آبنا بتسليح الجيش الحر ولسنا مع فوضى السلاح في سوريا على صعيد الرؤية الخاصة لكن رغم ذلك أن يدافع الإنسان السوري عن نفسه أمام حم القتل هذا القتل المستعر لقوات مصابة بداء الكلب كما يقولون تنهج كل من يقترب منها كل من يظهر أمامها هذه الحالة التي يعيشها الآن الشعب السوري من حقه أن يدافع عن نفسه وبالتالي أنا أقول هذا التلويح بالتسليح المعارضة كان موقفا متقدما إيجابيا تستحق هذه الدول عليه الشكر رغم أن دول أخرى في الإقليم يعني كان الأصل منها أن تباشر بهذه الأمور منذ فترة أطول ومع ذلك نحن مازلنا يعني هي بعيدة عن هذا المعارض طيب دعا أستاذ زهير نطل ميدانيا قليلا من مشاهدي الكرام لأن هذه التطورات السياسية الميدانية ولقاء وزراء الخارجية العرب وخاصة دول مجلس تعاون مع المبعوث الروسي كل هذه معطيات سريعة وسيكون لها أثر على الوضع الداخلي في سوريا تساؤل ما الذي سيقدم العرب بعد هذه التصريحات القوية من الوزراء الخارجي القطري والسعودي وبعد لقاءهم مع الروس وهل في تراجع روسي مقابل هذا الضغط العربي هذا سنفتح لكم المجال فيه للاتصال والتعليق ولمناقشته مع الأستاذ زهير سالم نطلق رسمي باسم الإخوة المسلمين ميدانيا كذلك أفاد ناشطون سوريون بسقوط قتلى وجرحة في قصف الجيش على دارية ومعظمية الشام بريف دمشق وسط السمرار الاقتحامات والمظاهرات والاعتقالات والاشتباكات بين الجيش السوري والجيش الحر في وقت تتعرض فيه مدينة إدلب لقصف هو الأعنف ربما منذ تجديد الحصار عليها تمهيدا لاقتحامها بحسب ناشطين هذه التطورات وهذا العدد من القتل يأتي بعد أكثر من 77 شخصا برصاص الأمن في جمعة الوفاء للانتفاضة الكردية معظمهم في محافطي حمص وإدلب ومنهم 12 في قصف السهدفة مسجد الحنابلة في باب الدريد بحمص أثناء خروجهم من الصلاة وذلك يوم الجمعة هذه التطورات كلها في الشأن السوري المنتظر والمرتقب بعد اللقاء العربي الروسي ما شكل الدعم الذي سيقدم للسوريين سنفتح لكم الباب للتعليق عليه مع 70 قتيل اليوم نعم وصل العدد حتى هذه اللحظة إلى 70 شهيدا هذا التساؤل هو اليوم سبعين قتيلا ومبارح سبعة وسبعين تزامن مع زيارة لكوفي عنان مبعوث الأممي اللي جاء لسوريا أثناء ما الرجل موجود كان القتل مستمر إضافة لذلك الرئيس الأسد قال له أنه هناك عصابات مسلحة أريد حل سياسي لكن تشوفوا حل العصابات المسلحة ما تقرأ في هذا الموضوع؟ يعني نحن بالنسبة للسيد كوفي عنان هو رجل دبلوماسية مع الأسف كل هؤلاء الدبلوماسيين عندما يتحركون لا يستمعون أو لا تكون لهم لقاءات حقيقية مع المعارضة السورية أنا في حدود علمي أن كوفي عنان لم يستمع إلى وجهات نظر المعارضة السورية بشكل جيد حتى الآن وقبل أن يصل إلى بشار الأسد لأنه بشار الأسد أو الحكومة السورية أو وليد المعلم سيملؤون رأسه بمعلومات قد تكون تخدم رؤيتهم للواقع بالتالي نحن مع احترامنا للشخصية بأبعادها الدبلوماسية بأبعادها الدولية نشعر بأن المهمة أصعب من أن يستطيع حلها السيد كوفي عنان يجب أن ننظر إلى دوره بإيجابية إلى شخصه بتقدير لكن لا نعول كثيرا ودائما نتذكر كلمة وليد المعلم يقول على الذين يريدون أن يوم جاء الدب إلى سوريا قال عليه من يتعلم السباحة جيدا لا أظن أن أحيانا عندنا في العام يبقوا فلا لازم يسبح في المازوت فالذي يريد أن يلعب مع هذا النظام يجب أن يكون من الذين يسبحون في هذه السوائل لا أظن كوفي عنان ومؤهل لهذه السباحة سيد زهير هذا المجتمع الدولي وحتى القوة الدولية تراقب ما يجري اليوم واشنطن بوست تقول أنه نقل عن مسؤولين عسكريين وإسرائيليين وما زال الرئيس الأسد يسيطر ويمسك بإزلام الأمور في البلد وما زال الرجل قوي وبالتالي ما الذي سيجبر هذه القوة على أن تتدخل فيما زال هذا النظام قوي ومتماسك سيد هذه القراءة المعكوسة للحالة نحن نقول نحن بعد الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني من التظاهرات تساءل بعض الناس وكثير أنه هل سنتظاهر لمدة شهر لمدة شهرين أنا البارحة كنت أراقب المشهد نحن بعد سنة من هذه التظاهرات ومن محاولات بشار الأسد القمع وسط صنة دولي إطلاق يد من المجتمع الدولي استعمال كافة الأسلحة منها المحرم دوليا لإخماد هذه المظاهرة نحن نقرأ أيضا بطريقتنا ما يزال هؤلاء الشباب الأبطال صامدون على الأرض ما زالوا يخرجون إلى الساحات ما زالوا يفرضون وجودهم اليوم عندما تحول الوضع من تظاهر سلمي مطلق إلى شيء من الدفاع عن نفس اضطر الشباب أن يجاروا بشار الأسد هو يقول طبعا زعما أنه عنده حل سياسي وعنده حل أمني هو نحن الذي نراه لا يبلك إلا الحل الأمني نحن الآن عندنا التظاهر السلمي والشباب المدافعين عن أنفسهم المدافعين عن أوطانهم وأعراضهم يملكون أيضا الجواب على الحل الأمني هذه القراءة الحقيقة فمعنى ذلك أن الثورة هي المنتصرة الثورة هي المندخرة المتقدمة بشار الأسد هو المتراجع اليوم في مظاهرات في قلب العاصمة دمشق في قلب العاصمة الاقتصادية حلب إذن الحال ليس كما قرأته الواشنطن بوست الحال كما يقرأه الواقع بأن الثورة السورية تتقدم توقيت الأمر أنه ما زال موجودا لا نحن أصبحنا أكثر تقدما ونحن لا نقول بأن مثل هذه الثورة واقتلاع مثل هذا النظام يمكن أن يتم في أيام كنظام حسن مبارك الهش الذي تم إسقاطه بـ قبل قليل كان عندي ضيوف في البرنامج سيد زهير محللين سياسيين اثنين وكانوا تكلموا وعندما أسألتهم عن موضوع سيطرة الرئيس الأسد بعضهم قال أنه هناك ثلث شعب سوري مستعد للبوت والتضحية بنفسه حتى آخر قطرة مع الأسد لأنه مرتبطين بهذا النظام فليس صحيح أنه نراهن على الزمن لأنه قد تستمر الأمر سنوات ثلاثة أو أربعة أو خمس سنوات يعني أنا أقول كلمة يعني إطلاق هذا الكلام لا أحب أن أرد كلام الناس يعني ليس من الأدب أن يرد الإنسان كلام الآخرين أما كلمة هذه بالروح بالدم نفديك يا فلان قيلت لزعماء كثيرين من قبل وسمعناها في ساحات كثيرة ثم وجدنا أن كل هؤلاء الذين يقال لهم بالروح بالدم لا أحد يفدي أحد في ساعة الحقيقة الناس تفدي عقائدها تفدي مبادئها تفدي أوطانها صالحها ما هي مصالحها لكن لا هم يقولون أنه مستعدين أن يقاتلوا حتى الموت من أجل مصالحها إذن ليس من أجل بشار الأسد من أجل مصالحهم مع بشار الأسد إذن عملية تفكيك المصالح تتفكك البصالح لأنه بشار الأسد كمركز قوة الآن يؤمن مصالح للناس لكن كل ما خفت الآن مثلاً الاقتصاديون اليوم الدولار وصل للمية ورجع بشار الأسد أعطاه حقنة كما يقول الاقتصاديون نزلوا للتمانين الدولار أصبح بتمانين ليلة سوري بعد الحقنة قبل الحقنة وصل مية واتمين ليلات الاقتصاديون الآن يشعرون أن نصف ثرواتهم تآكلت إذن تهددت مصالحهم التي تربطهم ببشار الأسد عندما تتهدد مصالحهم سينفكون عنهم سيفكرون بالبديل كل صاحب مصلحة حتى بواب الذي يشتغل في الحديثة عنده سيتخلى عنه في لحظة من اللحظات إذن لا نستطيع أن نعول على أن هناك ثلث الشعب السوري ولا عشر الشعب السوري يقف إلى جانب السوري عندما يكون هناك بديل يرفع راية العدل للناس ويكون كل إنسان ما هو طمعان أن يأخذ حق أخيه المواطن الآن الذين يتكلبون على هؤلاء الحكام من هؤلاء الذين يريدون أن ينتزعوا حقوق الآخرين لكن عندما يقنع الإنسان بأنه هو في ظل دولة للعدل يمكن أن يقنع بنصيبه عند إذن ستفكك هذه المعادلة دعا أستاذ زهير نأخذ عدد من الاتصالات لأنه في ناس ينتظروا منذ فترة إسماعيل الخالدي في السعودية إسماعيل اليوم رضوما نركز على أنه بعض اللقاء العربي الروسي ما المتوقع من العرب من خطوات وما هل متوقع تغيير في الموقف الروسي أم لا أخي السلام عليكم السلام ورحمة الله تحية لك وتحية لضيفك الكريم لأستاذ زهير سالم حياك الله يا أخي ورئيس جرال كيانا الصيوني يطلب من أوباما عدم الضغط على المجرم بشارة بن أنيسة يا أخي العزيز يا أسماعيل نذكر الأسماء كما هي لماذا نذهب لتوصفات هنا وهناك اليوم كانت تصريحات عربية قوية كانت مع الشعب السوري يعني لماذا تضرب عرض الحائط بكل هذا الكلام يا أخي العزيز بإستثناء الموقف السعودي والقطري والكويتي أي موقف عربي ما في موقف عربي يجب على الدول العربية اتخاذ دعم موقف دعم لسوريا لسخاطة النظام الشعب بسوريا يا أخي يقف الآن أعزل وحيد والله لو تعرف ما الذي يحصل بسوريا الآن من قتل وخصبات على الهوية وعلى النفس على حصر النفس يا أخي الآن تتكلم عن بشارة يسيطر على سوريا أنا أزم لك 60% من سوريا محرة ولا يوجد فيها أي عنصر بأمن ولا عنصر موظف حكومي أخي العزيز شكرا إسماعيل الخالدي أشكرك من السعودية أذهب إلى في السعودية كمان أبو لهب اسم حقيقة واسم مستعار أبو لهب تفضل طيب ملهم في فرنسا يا ملهم لا السلام عليكم تفضل عليك السلام ورحمة الله ملهم ما أنا أبو لهب الله يزيك الخير لا لا الاسم اللي قبلك كان راح اللي كان مسمي حاله أبو لهب فقد نراتصال فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم والسلام عليكم والسلام عليكم وأستاذنا لأخ زهير حياك الله يا أخي أخي أحبك الله يا أخ زهير أحبك الله يا أخ زهير الله يبارك فيك حياك الله أحبك الإجتمعوا اليوم في القاهرة وطلعوا طيب هالفترة لأيمت يعني بدو يصير التطبيق لم يعلنوا عن أي شيء دانيا والسدكتور نبيل العربي وهو من رحم السورة المصرية قال لا نستطيع أن نقدم أكثر من ذلك والأتراك الله يزيون الخير الدوغان وشل تقول خط أحمر خط أحمر خط أحمر وهذا الخط الأحمر هو من دم الشباب السوري وأرجو من المجلس الوطني والدكتور برهان غليون أعرفه شخصيا أن تلملمه مثل ما أقوله المي زمزمه شوي مشان ننتهي من هذا المجرم بشار وجزاكم الله كل خير والسلام إلى الأخ أبو أنس في لندن شكرا يا أخ ملهم شكرا جزيلا لك من فرنسا وهذا التساؤل مازال الخطوات العملية فعلا التي يجب أن تتخذ لإغاثة أو لتدخن في المواضع للسوري مع السمرار ما يجري لكن قبل أن أرجع لك أستاذ زهير فيه شريف من ليبيا يا شريف شريف شعرك أستاذ محمد أهلا يا أستاذ شريف تفضل والله نحيي ضيفك أستاذ زهير هياك الله يا أخي الله بك نحن يبين معاكم قلبا وقالبا هياك الله يا سيدي والله إننا نشوف اللي أنت قدت اليوم تصريحات أنا ما شفت تصريحات اليوم والاجتماع العربي يقوله عنف مطرفين عنف مطرفين كيف واحد إذا كان بندقة خرطوشة أو بندقة يجابه في دبابة هذا ويجابه في طيارة ويقول عنف مطرفين بدين يقول لك حوار حوار شن المهزل هذي حوار مع الزبح اللي قائد مستمر في حوار شو الحل يا شريف أنت يعني أنا الحل إنه دعم الجيش الحر دعم الجيش الحر هذا بجميع الطرق الممكنة دعم الجيش الحر بالسلاح هوني حتى يقلب هذا النظام الفاسد لكن وفي نقطة أخرى توحيد المعارضة يريد المعارضة أنا نقول مش على مستوى الصورة في طورة الشعب السوري إن النزاعات اللي سيرى بينهم هذي اللي حتى العالم قد مقلقة العالم شكرا يا شريف وضحة فكتك أشكرك شريف علي في بريطانيا تفضل يا علي علي مرحبا أخي محمد أهلا وسهلا تفضل يا علي اليوم تعليق على الموقف الروسي الاجتماع العربي الروسي شايف في تغير يا حبيبي العرب هذا كلام سمعناه اليوم 21 قتيل فلسطيني اليوم غزن ذبحة هذه العرب ما لهم قيمة يا رجل في 77 قتيل سوري 77 قتيل سيروا وطبعا بنفس الإعلام في مواجهات على الحدود التركية السورية في مقاتلين دخلوا عن طريق تركيا وهذه في كل وكالة الأنباء ومواجهات بين الجيش العربي السوري البطل وهؤلاء اللي دخلوا عن طريق تركيا 26 واحد منهم مقتل و30 واحد منهم متأثر جاءوا عن طريق تركيا هذه هم يذكرها حتى تكون انصاف يعني هذه المسألة بعدين مسألة ثانية أنه موقف العربي يا حبيبي الموقف العربي هذا من تهين مننا يا أخي من يقدر يدخل على سوريا شو سوريا انتم السؤال دائما تسألون ليه ما بتدخل العرب ما بتدخل الجيوش العربية الشيء للسؤال لماذا ما بيدخلوا لماذا ما بيدخلوا لماذا باعتقادت لماذا يا سيدي الوضع الوضع معروف الوضع في ناس ملثمين في ناس تقتل في ناس قتل الغرب خائف والعرب خائفين من هؤلاء الناس وبعدين الإخوان المسلمين معترامات الضيفة اسمح لي دقيقة بسرعة يا علي اخوان المسلمين انكشفت أمورهم كل البلدان العربية هذا الربيع العربي انكشفت مواقفهم ناس مع أسرائيل وناس مع أمريكا وهذا مواقفهم مواقفهم الناس بلت منها شكرا يا علي أشكرك على كل حال هلأ رجع لأستاذ زهير جلال بسرعة لو سمحت الدكتور جلال في السويد جلال تفضل السلام عليكم السلام ورحمة الله جون خوار انت على الهوى جلال فضل تحياتنا إلى بيتك السليم حياك الله يا سيدي المشارك قبلي قال أن هناك في غزة قلت له أن هناك 77 شهيدا في حمص أخي الكريم الدم واحد نحن لا نفرق بين الدم لكن علينا أن لا نفرق بين العدو لقد أصبح لدينا عدوان الآن أخي الكريم أن اجتماع وزراء الخارجية العرب الآن بالنسبة لسوريا هو مؤامرة واضحة في حين أن القدس تغتصب وليس لها من يدافع عنها وليس لها من يفتح لها الطرقات لإدخال السلاح والمال أنا لا أريد أن أتدخل في الشأن العربي فهو شأن مقرف بصفته الرسمية لكن على المستوى الشعبي والميداني أخاطب شباب ميدان التحرير إن صورتكم تكتمل في القدس وأخاطب شباب ليبيا إن صورتكم تكتمل في القدس لا تردوا على أصحاب العباءات الملتحية الذين يريدون أن يصنعوا لنا عدوا آخر إسرائيل تفتك الآن بمقاتلين غزة وندعو كتائب عز الدين الخصار أن تخرج من تحت عباءة الإخوان المسلمين وأن تكون فلسطينية بالدرجة الأولى وأن تطلق أوريخ وأن لا تلتزم بأي وساطة مصرية أو غيرها شكرا يا دكتور جلال على كل حال تعقيبا على الدم الفلسطيني والدم العربي ويوميا في مجازة الإسرائيلية في فلسطين المحتلة وهذا يوميا يتناول في الأخبار ويوميا نحن طبعا تعاطفين مع قضيتنا الأولى القضية الفلسطينية والقدس وتهويدها وما يجري وهذا الكلام من ستين أو من سبعة وستين سنة وليس اليوم فقط وليس مبرر من سيستمع لك أنك تقول تغض الطرف عن ما يجري في سوريا حتى لنركز على ما يجري في فلسطين هنا وهناك القتل مستمر وهنا وهناك مدان ولكن هذا الخطاب العربي اللي أشبعتنا فيه الأنظمة العربية على طوال مدار ستين سنة من أنها تتفرغ لتحرير القدس لا القدس تحررت ولا الأوطان نمت وتحررت من سطوة هذه الأنظمة العسكرية على كل حال خالد في السعودية قبل ما نعود الأستاذ زهير يا خالد السلام عليكم أهلا وسهلا السلام عليكم مرحبا أستاذ محمد أهلا بك يا أستاذ خالد أهلا بك الشيخ زهير أياك الله في أي سؤال أو في تعليق سريع يا خالد والله يا أخي التعليق والله العظيم شيء محزن اللي حصل الآن في سوريا والله العظيم وهذا اللي اسمه علي هذا أنا متابقنا تلشوار في كل حلقة يداخل ويدافع هذا معروف اتجاهه ومعروف من وين يا أخي اللي حصل الآن والله العظيم إجرام بعينه يا رجل وبعدها لا تظلموا يا أخي السعودية ودول الخريج والله العظيم أننا معاكم لكن ما بيدنا شيء يا أخي والله العظيم أننا ندعو لكم وأنا والليل وأطراف النهار وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم الآن يقولوا تسليح من يسلح الجيش السورية الآن الإيرانيين وحزب الله والعراق وروسيا ويقولوا ما يبغوا تدخل في سوريا طيب وش الحل حتى اللي بيطلع بيهرب للبنان للأردن ممنوع الآن من الخروج شيء والله محزن والله العظيم يا أخي لكن الله سبحانه وتعالى ينصرهم على هالظالمين وعلى هالمجرم حزب البعث هذا المقاومة الممانع اللي له خمسين سنة مقاومة ممانع حتى طلق حجر ما رمع على الجولان شكرا يا خير في سؤال لا أستاذ زهير خيرا صلاح دقيقة يا صلاح صلاح السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في ألمانيا تفضل يا صلاح أخي الكريم أنا بس بدي أقول من يقس من يقس مع بشار الأسد ولو بالكلمة فهو مشارك في قتل الشعب السوري و لن يتدخل أحد المكاذب الشعب السوري وأنا أشكر دول الخليج لموقفها الداعم ولكن لن يستطيع أن يتدخل أحد في سوريا فالمعادر صعب جدا في سوريا والسبيل الوحيد لإنهاء هذا النظام هو انحياس كل الشرفاء في الجيش السوري الإنضمام للجيش السوري الحر والحد الأقصى لبقاء هذا النظام هو 18-8 وسيكون إن شاء الله عيدنا عيدان بإذن الله تعالى طيب يا صلاح شكرا لك جزيلا ولكل المتصلين بس أتحدد مرات التواريخ أو أرقام وبعدين يحبط الناس إذا ما صارش فيه شيء كل هذه التحليلات وكل هذه التساؤلات أو التعليقات سأعود فيها مع الأستاذ زهير سالم الناطق باسم الإخوان أو جماعة إخوان المسلمين في سوريا بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة أشعر بدي كان ينتابك ونتابك أيضا خرجت مرة أخرى يعني ابتعدت قليلا عن البيت في شهر تقريبا أكثر من مئة جسة في مصنع للبلاط عن سكة الحديد ترجمة نانسي قنقر واتن كليسك أيضا ما أدري أنا قضية فلسطين تونس بيتنحل القبل ولا قضية فلسطين لا تضربونها برشا بمبني لكن أعين البوليسي فيها غابت فيها غابت داهمتني فيها تهيئة المسيرة المبشرة الرئيسين العابدين بالعليل غادر البلاد التونسية التي أهدت لنا ليس ثورة فقط وإنما أهدت لتونس ديمقراطية في أول بلد عربي يجري انتخابات حرة نزيها وتفوز فيها معارضة الشكر لكل من أسهم في هذه الملحمة يا يا يحيف ويا حيف زخر صاص على الناس العزل يا حيف واطفال بعمر الورد تعتقلون كيف زخر صاص على الناس العزل يا حيف واطفال بعمر الورد تعتقلون كيف 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 وانت بن بلادي تقتل بولادي وظهرت للعادي وعليه هاجم بالسيف يا حيف يا حيف ظهرت للعادي وعليه هاجم بالسيف يا حيف يا حيف اتتمشي واترفع صورة حفظ أسد هو قام بقتل كل هالناس انت حملت صورته بعد عاما اجبرنا حملت صورة الرئيس حفظ أسد بنسيرة بأهل حمل بعد كم يوم هذا اتكرمت لتأسابي الشعور الذي كان ينتابك ومتابك ايضا خرجت مرة اخرى يعني ابتعدت قليلا عن البيت في شهر تقريبا اكثر من مئة جسة في مصنع للبلاط انت سكة الحديد من جديد اهلا بكم مشاهدي الكرام لهادية التغطية المفتوحة على الهواء مباشرة نناقش فيها الوضع السوري والتطورات السياسية والميدانية عدد من التساؤلات ومن التعليقات استمعنا اليها منكم قبل الفاصل حول الموقف العربي والروسي ومجريات الأحداث التي المتوقعة خلال أو عشية اجتماع مجلس الأمن الذي سيعقد غدا لبحث مشروع قرار أمريكي متعلق بالمساعدات الإنسانية وبإدانة العنف الذي يقوم به النظام ضد الانتفاضة أو ضد الثورة أو ضد الاحتجاجات في سوريا أعود مرة أخرى إلى الضيفة في السيديو أستاذ زهير سالم من ناطق الرسمي باسم جماعة الإخوة المسلمين مرحبا بك من جديد أستاذ زهير عدد من الاتصالات والتعليقات لعلك أخذت بعض الملاحظات أعلق ثلاث نقاط مهمة الأخ ملهم من فرنسا أشار إلى معنى هو حقيقي في الاتفاق الخماسي هذا النقاط الخمسة هو أن هذا الاتفاق وقع في فضاء أو في فراغ ليس له أي جدول زمن ليس له أي بدائل ليس له أي آليات وبالتالي كما قال السيد نبيل العربي بأنه الأعراف الدبلوماسية اقتضيت أنه لا يرد لافروف كأنه والله جاء وسمعنا منه وسمع منه وما وصلنا إلى شيء فكان شبه هذا الاتفاق الشكلي الذي أطلق في الهواء كطريقة لحفظ ماء الوجه وهذا من كلام السيد العربي كلمة ماء الوجه من عند السيد نبيل العربي إذن أرجو أن لا نتوقف كثيرا أو لا يتوقف الرأي العام العربي أو السوري عند هذا الذي جرى هي محاولة لإبداء عذر من روسيا يبدو أن العرب لم يقبلوا لكن زجوا هذه الورقة في الله النقطة الثانية المهمة وأرجو أن يستحضرها كل المواطنين العرب أخي إحنا محنتنا في سوريا مشتقة من محنة إخواننا في فلسطين المحنة واحدة والعدو واحد في فلسطين العدو مكشوف الوجه وفي سوريا هو نفس العدو ولكنه مقنع في فلسطين كان هناك هجرة والوجوء في سوريا هناك هجرة والوجوء عمر المحنة الفلسطينية ستين عاماً عمر المحنة السورية ثلاثة وثلاثين عاماً حتى الآن العدو واحد والشبكة واحدة وهم يعملون على هدف واحد تضييع هذه الأمة إذلال هذه الشعوب سلبها أرضها سلبها كرامتها النظام السوري الذي استطاعت إسرائيل أن تدخل عندما شاءت دخلت أكثر من مرة وحتى الآن بشار الأسد وأبوه من قبله يحتفظون بحق الرد على إسرائيل ولكنهم يردون سريعاً على أطفال مدرسة ابتدائية في درعة ردهم لم يتأخر 24 ساعة لأطفال المدرسة الابتدائية في درعة قلعوا الأظافر كولوا الجلود قطعوا الأعضاء هنا كان الرد حاسماً حتى كان الرد أكثر إثارة ووحشية من الرد الإسرائيلي المباشر هذه حقيقة نحن لا نستطيع أن ننسها أو أن نغفل عنها هناك عدو واحد مشتق بعضه من بعض هو في فلسطين نواجهه عارياً ونحن اليوم نترحم على شهدائنا في فلسطين نعتبر القافلة واحدة والمسيرة واحدة والرغبة في التحرير واحدة واستمرار هذا النظام في دمشق حتى الآن كجزء من استمرار الجولان محتل واستمرار القدس محتلة واستمرار الأقصى تحت رحمة الاحتلال هذه المعادلة يجب أن لا تغيب عن ذهن أي مواطن عربي النقطة الثالثة ستكون مؤتمرات كثيرة أيها الأخوة المشاهدون في كل مكان أعود فأقول ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك طريقنا طويل معركتنا طويلة على الشعب السوري أن يلتحم على القوى السورية على الأرض أن تتوحد على الصامتين والمترددين من أبناء الشعب السوري أن يزجوا أنفسهم في هذه المعركة هذا هو الطريق لكي نحقق نصرنا اليوم كنا نتحدث عن سنة قد يطول هذا الطريق أكثر نحن الله سبحانه وتعالى وعدنا النصر قال إن تنصروا الله ينصركم سوف نستمر في طريقنا هذا حتى يكتب الله لنا النصر والتمكين بإذنه وتقوم في سوريا دولة العدل والحرية والكرامة الوطنية إن شاء الله موضوع يعني في الوقت لسه مطول أو لا يمكن لنا أن يراهنا على الوقت لا عسل يكون قريبا لا أنا أقول لعله في الصبح نقول اللهم اجعل خذهم بالذبح واجعل موعدهم الصبح نحن دائما نعيش قريبا من أمر الله قريبا من فرج الله قل عسى أن يكون قريبا لا نريد أن نعيش اليأس نحن نعيش الأمل ولكن عندنا قدرة على الصبل والمصابرة والمطاولة إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون هذه المعادلة التي نعيش في ظلالية أتذكر اليوم كنت أقلب الصحافة العبرية الترجمات للصحف العبرية تقول أنه على الحكومة الإسرائيلية أن تضغط على الحكومة الأمريكية حتى لا يضغط المجتمع الدولي على الوضع في سوريا ويطلب تدخلا عاجلا لتغيير النظام وفي تخوفات كبيرة من مرحلة ما بعد نظام الرئيس السوري على كل حال هذا جزء من رفت على كلام هذا موقف استراتيجي طويل الأمد أخي هذا العقد هذه الصفقة تم توقيعها منذ أن سلم الجولان منذ أن سلم وزير الدفاع السابق الذي تحول بعد ذلك إلى رئيس للجمهورية ووالد لهذا الوريث منذ أن سلمهم الجولان كان في عقد قد يكون غير مكتوب أو مكتوب على أن تبقى حكم سوريا له ولأبنائه من بعده هذه قضية لا تغيب عن أذهان الشعب السوري لا تخفى على سوريا قد تخفى على إنسان من هنا أو إنسان من هناك من أطراف العالم العربي ولكن السوريين يعرفون هذا لذلك هذه الاستراتيجية ما تزال بالأمس عندما ذهب باراك إلى واشنطن ثم تبيعه لماذا ذهب إلى هناك ذهب ليقول لا تضغطوا كثيرا على بشار الأساد شارون من قبل قبل أن يدخل في غيبوبته بستة أشهر أو سبعة أشهر كان تقريره لإدارة كان بوش بوش الثاني كان اعصروه ولا تكسروه على بشار عن بشار أي في 2005-2006 بعد مقتل حريري وكان كذلك هناك في قال اعصروه يعني اضغطوا عليه قدر ما تستطيعون لإضعافه ولكن لا تكسروه لأن بقاءه مهم بالنسبة لإسرائيل هذه المعادلة لذلك نحن لا نرى فرقا في المعادلة الإسرائيلية الأسدية وفي المعادلة العربية السورية والعربية الفلسطينية على بعض واحد من المتصلين يمكن ملهم أو شريف من ليبيا قال أن المعارضة السورية مرات تكون جزء من الإشكال اليوم كان في دعوة الوزير الخارجي القطري أن الاعتراف في المجلس الوطني ممثل شرعي يعني والبعض قال أن هذا الاعتراف بالمجلس الوطني سيدك الأسافين مع القوى المعارضة الأخرى التي ليست منضوية داخل المجلس الوطني يا سيدي هذه حالة نحن عندما نتحدث عن ديمقراطية نتحدث عن تعددية كلمة ديمقراطية قرين إلى الحالة التعددية لا يمكن أن يكون هناك تصور في أن تصب المعارضة السورية في قلب واحد وهذا الذي أقوله لا يلغي لا حقوق ولا حظوظ الآخرين ولا يستهين بهم الآن هناك سياق واسع في المعارضة السورية سياق كبير تجسد في المجلس الوطني هناك تيارات إضافية رافدة تتفق حينا وتختلف حينا عن هذه المعارضة لكن لا يمكن أن نأتي ونقول معارضة لعشرين مليون إنسان يجب أن يكونوا في قلب واحد وفي موقف واحد أنا أحترم الحوار أطالب جميع القوى المعارضة أن تبقى في حوار دائم وأن تتواصل دائما وأن تصل إلى مشتركات أكثر لكن كذلك أن لا نعتبر حالة التعددية هذه التي نشترطها في الدولة القادمة أن لا نعتبرها حالة ضعف أو حالة تشبذ طب في الدقائق الأخيرة سيد زهير غدا في اجتماع لمجلس الأمن على الطاولة مشروع أمريكي متعلق بمساعدات إنسانية وبإدانة النظام يعني أعتقدك كل هذا الطخ الأمريكي والحيث الأمريكي لماذا لم يشيروا بنت شفاء إلى تدخل دولي أو عسكري أو كذا وكتفوا بهذه النقطتين يعني يعني نحن في سوريا نرى من الخطورة بمكان أن يحول البعض قضيتنا من قضية سياسية إلى قضية إغاثية أو قضية إنسانية في تشابه مع الموضوع الفلسطيني نحن في الأصل هذه الثورة هذا الوضع الإنساني نشأ عن ثورة ولم ينشأ عن مجاعة مثلا كما حصل في بعض الأخطار في الصومال مثلا هذا الوضع الإنساني حصل عن ثورة طالب بالعدل والحرية إذن حل أو التصدي للمشروع الأساسي لمشروع الثورة ونصرة الثورة والأخذ على نحن لا نريد بدك الحقيقة نحن لا نريد تدخل عسكري نحن نريد أن يقف النظام أن يقف النظام عن القتل وبالتالي نمتلك حقنا في التضاهل السلمي إذا تأمن هذا وإلا فعلى المجتمع الدولي أن يجد الطرائق المناسبة للأخذ على يد القتل لكي لا يقوموا لا بقتل الناس ولا بانتهاك البيوت هذا واجب للمجتمع الدولي نحن نريد حقنا في التعبير في التضاهل السلمي أن نخرج إلى الشوارع بصدورنا العارية لننادي للعدل والحرية أعطونا هذا الحق ولا نريد شيئا آخر إذا رفض النظام إعطاء هذا الحق على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في سبيل جمالي لكن شيء فشيء حقيقة سيد زهيري تحول الموضوع السوري إلى قضية إغاثة الإنسانية اليوم وفي زيارة الأردن وجدت مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن الكوارث في حمص ومطالبة بالمازوت وبالكهرباء وبالمي شيء فشيء الناس بدأت تنحى نحو حاجات إنسانية هذه يعني أنا أقول هذا من واجب المجلس الوطني ومن واجب هيئة التنسيق ومن واجب كل الجماعات المعارضة أن تقوم على هذا لكن أنا أقول على المجتمع الدولي عندما يهرب من الوفاء بالاستحقاق السياسي إلى جعل القضية قضايا إغاثية أنا أقول هذا هروب من الاستحقاق الأساسي ولا يجوز أن نسمح بذلك هذا بإمكان الفرد السوري بإمكان المجموعة السورية الصغيرة بإمكان المعارضة السورية بنفسها أن تباشر عملية تغطية هذه الحاجات سواء على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الخارجي أنا لا أقلل من أهمية هذا وهذا مهم ولكنه بمستطاع الشعب السوري أن يقوم به بنفسه دون أن يحتاج إلى قرار دولي من مجلس الأمن بإيصال كأس الماء للعطش أو لقمة الطعام للجائع سيد زهير سالم من ناطق رسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في السورية شكرا جزيلا لك شكرا لكم أشكرك شكرا لكم مشاهدي الكرام بعد أن نصل إلى ختام هذه التغطية وهذه الساعة التي خصصناها كالعادة كل أسبوع للشأن السوري وتطوراته وحصاد التطورات السياسية والميدانية في سوريا شكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان الله وفي رعايته شكرا لكم اشتركوا في القناة